بسم الله الرحمن الرحيم أهلا وسهلا ومرحبا بكم أعزائي داريس مقرر جبر المصفوفات ومع الجزء الخامس والأخير من الدرس الثاني في الوحدة الثانية ومع هذا التمرين يوزر ريداكشن توشو ذات باستخدام عمليات الاختزال الصفي اثبت أن قيمة هذا المحدد هي بي ناقص اي في سي ناقص اي في سي ناقص بي أي أننا نستخدم عمليات الاختزال الصفي في تحويل هذه المصوفة إلى مصوفة مثلثة علوية فيكون قيمة هذا المحدد هو حاصل ضرب العناصر الموجودة في الكواتر الرئيسي بمعنى نبدأ بهذا العدد ليدنج وان ونصفر العناصر التي تحته فنضرب الصف الأول مرة في سالب اي ونجمع الناتج على الصف الثاني ثم نضربه مرة أخرى في اي تربيع بالسالب ونجمع الناتج على الصف الثالث طبعا هذه العمليات كما درسنا لا تؤثر على قيمة المحدد في شيء فهذا يساوي واحد 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 صف صف بي ناقص اي بي تربيع ناقص اي تربية سي ناقص اي سي تربيع ناقص اي تربية الآن نريد ان نجعل هذا العنصر واحد ليدنج وان فماذا نفعل نضرب هذا الصف ار اتنين في واحد على بي ناقص اي طبعا هذه العملية تؤثر على قيمة المحدد فنأخذ بي ناقص اي عاملا مفترقا ويكون المحدد على الصورة واحد 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 صفر صفر واحد سي ناقص اي على بي ناقص اي وهنا بي تربيع ناقص اي تربيع سي تربيع ناقص اي تربيع الآن نريد تصفير هذا العنصر فماذا نفعل نضرب الصف الثاني في معقوسه الجمعي وهو نفس العدد بعكس الاشارة سالب بي تربيع ناقص اي تربيع مضروبا في الصف الثاني ثم نجمع الناتج على الصف الثالث وطبعا هذه العملية لا تؤثر على قيمة المحدد فالمحدد يساوي بي ناقص اي في واحد 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 صفر واحد صفر صفر سي ناقص اي على بي ناقص اي فهنا العنصر الأخير سي تربيع ناقص اي تربيع نطروحا منه بي تربيع ناقص اي تربيع في سي ناقص اي على بي ناقص اي هذا يساوي بي ناقص اي في حاصل ضرب عناصر القطر الرئيسي وهي العنصر الأخير فقط واحد في واحد في عنصر الأخير في سي تربيع ناقص اي تربيع ناقص بي تربيع ناقص اي تربيع مضروبا في سي ناقص اي على بي ناقص اي الآن ناقصر هذا المقدار لنحوله إلى الصيغة المطلوب هنا بي ناقص اي سي تربيع ناقص اي تربيع ناقص بي تربيع ناقص اي تربيع نحللها فرق بين مربعين فتكون في الشكل بي ناقص اي في بي زائد اي نحذف هذا المقام مع هذا القوس فيتبقى عندنا بي زائد اي في سي ناقص اي كذلك يمكننا تحليل سي تربيع ناقص اي تربيع فرق بين مربعيني سي ناقص اي في سي زائد اي ناقص بي زائد اي في سي ناقص اي نجد ان عندنا سي ناقص اي عامل مشترك هذا القوس موجود في الحديني يمكن ان اخذه عامل مشترك بي ناقص اي فيخرج خارج القوس سي ناقص اي عامل مشترك يتبقى عندي هنا سي زائد اي ناقص بي ناقص اي نحذف اي مع سالب اي يتبقى عندنا سي ناقص بي بي ناقص اي سي ناقص اي سي ناقص بي وهو المطلوب اثباته